تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديثا يظهر جلد رجلين بالسياط في الهند بعد أن أبلغ عنهما الشرطة بسبب حيازته معبوات من لحم البقر كان يقومان ببيعها بحسب ما ذكره موقع اندباندن البريطاني حيث أوضح بيان تداولته منصات محلية أن أهل المنطقة في ولاية شاتيسجارا وسط الهند أبلغ عن حيازة شخصين عبوة يشتبه في وجود لحم بقري داخلها أصبحت جريمة الحقيقة ومنذ زمن طويل وهي جريمة في الهند يعاقب عليها القانون بعد وصول الشرطة قالت أن رجلين اعتقل بتهمة نقل ومحاولة بيع 33 كيلو جراما من لحم البقر فيما نقلت صحيفة هندستان تايمز عن مدير فشرطة قوله لقد احتجزناهما بموجب القوانين ذات الصلة وأرسلناهما إلى السجن وأوضح أن الاثنين اعتقل بموجب قانون المحافظة على الماشية الزراعية بالولاية الذي يحضر ذبح الماشية رغم سعي حزبها التي جناتها الهندسية القومية الحاكم وحلفائه الحثيثة لحضر ذبح الأبقار فإن الهند لا تزال إحدى أكبر الدول المصدرة للحوم الأبقار في العالم ويدير المسلمون هذه التجارة بشكل كبير حزب رئيس الوزراء ناريند رامودي القومي الهندسي المتطرف يشجع على اضطهاد المسلمين والأقليات الأخرى ولكنه ينفي ذلك كما ينفي نياته تحويل الهند العلمانية والتعددية رسميا إلى دولة محض هندسية هكذا ينفي وهكذا يصرح ولكن المخططات واضحة جدا فيما يتعلق بهذه الدولة الظالمة الدكتاتورية والتي يدعون أنها هي أكبر دولة ديمقراطية في العالم ولكنها تمارس التمييز والاضطهاد في حق المسلمين وهذا واضح الحقيقة للعيان وقد كشفت هذه الجرائم خلال الأشهر الماضية بشكل كبير اشتركوا في القناة